حتى وإن كان في الأمطار الأخيرة في الدوري المصري الممتاز أنهاها بهدوء ورحل بهدوء ليبدأ ربما تجربة جديدة ولكنه النهاردة منوارنا في الاستوديو الكابتن مصطفى عبدو نجم غزل المحلة والمدير الفني السابق للفريق أهلا بك أبتن مصطفى أهلا بك سيداني تحياتي لك ووحشنا الله وحيك ووحشني ومنوار الدنيا كلها مفصوص جدا بجدك معي يا الله أنا مفصوص جدا الله كله خير؟ تمام كله كويس أخبار اللي راحة النسبية ما بعد نهاية موسم ونهاية رحلة كانت تشاقة ومرهقة لفريق جمهوره ما بيهداش طول الوقت عايز انتصارات حتى مع صعوبة الظروف والله وراحة نفسية غير طبيعية خصوصا أننا حققنا التارجل اللي احنا جاينا علشانه ودعو النقطة إنما من قصة الجماهير والكلام ده كله أنا متربي معهم وأعرفهم كلهم أعرف أنهم دائما بيحبوا الكمال في النادي بيحبوا أن الفريق في مكان كويس على طول بيحبوا انتصارات بيحبوا دائما بفرحانين بنقدر الكلام ده كله بس في نفس الوقت برضو إحنا لنا أدوات بنشتغل بيها وعارفين ظروفنا ماشي أزاي بس في الأول وفي الآخر إحنا في راحة جميلة جدا وأنا سعيد جدا باين ووشك منور طبعا طبعا لأنك كمان الرحلة أعتبر نجحت أه أنت ما شوفتش وشي في أيام المتشار لأ كانت حاجة تانية خالص بس دلوقتي الحمد لله الفريق مطمئ عليه الفريق موجود في الدوري قدينا المهمة بنجاح في قيادة فنية دلوقتي مع بابا فصيلو نتمنى نناه بالتوفيق إن شاء الله في الفترة اللي جاية بالجهاز الجديد اللي موجود يحقق طموح الجماهير اللي كانت متشاوقة لانصارات الموسم الماضي إن شاء الله يحقق قولهم طموحهم السنة دي باستخدام لعبة كويسة بنتائج مميزة إن شاء الله الفترة اللي جاية وده إن شاء الله يتحقق استخدام بابا فاصيليو قبل ما ندخل في شوية التفاصيل عن الموسم اللي عدة ونجح تفيه في البقاء في الدوري استخدام المدرب اللي ليه تجربة في الدوري المصري من خلال ودي دجلة سابق ممكن تكون تجربة جريئة شوية خصوصا إن الوقت دايق ممكن أنا على المستوى الشخصي كنت بحبز مدرب مصري يبقى هو اللي موجود لسبب إن هو هيبقى أضرب اللعيبة في الوقت الراهن هو اللي هيقدر يجيب لعبته لأن ما فيش وقت أنت عندك المدرب جاي من يوم 14 أو 15 والدورة هيبدأ يوم 16 فأنت ما عندكش لشهر شهر هتجيب فيه لعيبة ولا هتعمل فيه انسجام ولا هتعمل فيه قصة كبيرة قوي يمكن أعرب حدي لها كان يبقى المدرب المصري بس برضو إحنا ورا الفكرة برضو دعمين للجهاز الموجود الجهاز كان له برضو بصمة في الدور المصري مع ودي دجلة أعتقد اشتغل في الدور الثاني أعتقد في أول موسم بعد كده مش بعد 6 مدشاط كان موسم صعب موسم صعب جدا في الدور الثاني وقدر أن هو يقعد والدجلة في الدوري ورحل بعد أعتقد 9 مدشاط في الموسم اللي بعديه عنده خبرة بالدوري ومعه جهاز برضو يعرف اللعيبة في الدور المصري نتمنى إن شاء الله أن هم يكونوا موافقين في الفترة اللي جاية ويقدروا يجيبوا لعيبة كويسة تساعدهم في الدور الطويل الصعب اللي أنا بقول دور طويل وصعب نظرا للإمكانيات المادية المتفاوتة بين الأندية الإمكانيات المادية أه طبعا إزاي شايف الفروق الكبيرة دي ما بين أندية بتنفق براحتها وأندية تانية ما فيش ما فيش مقدرة أن هي تنفق على السفقات أو على حتى مرتبات اللاعبين شايف إزاي الفروقات دي وإزاي ممكن يتم التعامل معها من جانب الأندية غير القادرة على مواجهة الأندية المنفقة بقوة أولا هتبقى معادلة ظلمة لأندية كتيرة خصوصا أندية الجمهرية اللي هي مالهاش دخل فدلوقتي أنت عندك فريق لو جينا نصنف فرق الدوري هتلاقي مثلا فريق غزل المحلة هو الفريق رقم 4 أو 5 من تحت في دفع المقابل المادي مثلا فهتبقى صعبة بالنسبة له أنه هو يشتري لعيب نجم لا غزل المحلة مش هيشتري لعيب نجم غزل المحلة هيعمل لعيب نجم شأنه شأن الأندية كمان معاه في نفس الكاتجوري مثلا هيقدروا برضو أن هم يجيبوا لعيبة ويعملوها نجوم فدي هتبقى معادلة صعبة ومغامرة كبيرة جدا في وص الأندية دي ممكن أن هم يقدروا وخصوصا غزل المحلة أنه عنده قاعدة ناشئين مميزة جدا عنده مجموعة ناشئين كويسة قوي 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 في الفترة الحالية خصوصا كان فيه مجموعة أنا كنت هلعبهم الموسم اللي فات بس للأسف ما نفعش لأنه ما كانش معملوهم عقود أيها ما كانش معملوهم عقود فأجينا نعمل لهم عقود قال لك اللي أزل لازم بمسابقته تكون شغالة لهم موسماتهم كانت خلصت كانت خلصت فحتى الناشئ اللي أنا كنت مثلا كان ممكن ألعبه في الفترة اللي فاتت دي كان فيه ثمين لعيبة كويسين جدا وادس محمد لاشرم أعتقد ومصطفى حامد مركزهم إيه مصطفى لاشرم ده أعتقد هافو فرود تمام أول بلعب فرود ومصطفى بلعب رقم تمانية لعيبة كويسة أوي برضو الاثنين لعيبة كويسين أوي فكان لعيبة ممكن نستعين بيهم في الموسم الماضي بس برضو عشان مش من عملوهم عقود ومسابقتهم انتهت فمش هينفعي لعب معك بس نتمنى إن شاء الله السنة دي إن هم يكونوا في الحزبان هم ومجموعة ناشئين كمان فيه ناشئ كمان 2005 اسمه قاطف حاجة جميلة برضو في هرود يعني فيه مجموعة كويسة جدا في غازل المحل أعتقد أن البشوانس علي هيهتموا بيها بشكل كويس تمام في الفترة اللي جاية عشان ده الحل الوحيد اللي هتقدر تتغلب به على الأسبة المالية أو المنافسة السعرية اللي بينك ومن الأندية الأخرى إنت مش هتقدر تنافس أندية كبيرة بتدفع عشرة وخمستاشرة وتمانية الكلام ده كله انت مش تقدر تدفعه الأرقام دي بالنسبة لك مزعجة أعلى عقود في غازل المحلة كم؟ أعتقد مش هتعدي المليون ومية مش هتعدي مش هتعدي خلص متهيقل يعني يمكن أنا بعيد على الأمور المالية بس أعتقد مش هتعدي على الموسم ده كان بي يعني دي عقود في الوقت اللي مع نهاية الموسم اللي انت محتاج فيه كل التركيز الممكن من كل لعبتك كان بيتقل على لعبتك أنه الأهلي عايز كذا